كما تعلمون أن المملكة العربية السعودية قارة كبيرة جدا وأنها تتكون من عدة أقاليم تتباين فيها مظاهر السطح من جبال شاهقة إلى أودية سحقة إلى صحار إلى قاحلة إلى صباح وسهول فيضية زراعية من جنوبها إلى شمالها كذلك تتبدل مناخاتها من منطقة تنزل فيها الثلوج في الشمال في وقت في بعض الأمكنة من المملكة العربية السعودية يستخدمون المكيفات ولهذا تتباين الآثار وتتوزع الآثار بحسب هذا التباين الجغرافي الكبير ترجمة نانسي قنقر